منذ عام 2003 يعيش العراق اضطرابا وعدم استقرار على مصويات عديدة من بينها السياسة والأمن والاقتصاد حالة دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تمديد حالة الطوارئ في العراق وبحسب البيت الأبيض فأن تمديد حالة الطوارئ جاءت بسبب وجود عقبات تعترض إعادة الأعمار المنظم للعراق وسعادة السلام والأمن والتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد معتبرا أن هذه العقبات تشكل تهديدا غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ودليل ذلك ما سجله العراق منذ عام 2003 وحتى الآن من صراع للميليشيات والأحزاب جاء على الأمن في البلاد فضلا عن الانسداد السياسي الذي أصبح مزمنا مع انهيار القطاع الاقتصادي بسبب الجفاف الذي تسبب به قطع إيران للمياه عن العراق ويثير قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بإعلان حالة الطوارئ في العراق موضوع بقاء القوات الأجنبية وقواعد التحالف الدولي في العراق وجدولة انسحابها والتغيرات التي يمكن أن تطرى على طبيعة المهام الموكلة لها مراقبون رأوا أن الوجود العسكري للقوات الأمريكية في العراق التي يقترب عددها من 4000 جندي يشكل حرجا كبيرا للحكومة الحالية في العراق في تأمين مقارها وحركاتها من الاستهدافات المتكررة التي تشنها الميليشيات المسلحة تتلقى أوامرها من إيران معتبرين قرار بايدن الأخير بمثابة مصوغ شرعي لبقاء تلك القوات في العراق رغم مطالبات الميليشيات بخروج القوات الأمريكية ما قد يؤدي للتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق التي باتت ساحة لتصفية الحسابات